تقديرا لتضحية أبنائهم في الدفاع عن تراب الوطن أقيم حفل تكريمي لمئتين من ذوي شهداء الجيش العربي السوري في محافظة دمشق تكريم أسر شهداءنا هو رسالة قدمة للعالم كله أن شهداءنا شهداء سوريا غاليين علينا فتكريم الشهيد هذا بتكريم أهله هو تكريم للشهيد بحد ذاته لقدم أغلى ما يملك له الوطن اللي هو روحه ودمه فنحن بتكريم أهالي ما نكرم نحن أهل شهداء لفقدوا نتيجة الأرهاب الغاشم على القطر العربي السوري تكريمه لزوي شهداء هو مجديد يعني نحن بكل مناسبة وبكل عيد وبكل أي موضوع معين يكون فيه فنحن نذكرهم دائما لهم دائما بقلوبنا هن دائما جماؤهم الغالي علينا الزكية الطاهرة اللي نحن لو لاها ما كنا هون فنحن قدمنا لهم تكريمهم هذا هو عبارة عن تكريم معنوي يعني ولو حيشعروا أنه نحن محهم ونحن هن بقلوبنا الحفل تخلى له تقديم بعض الهدايا الرمزية لهم عربون محبتنا ووفاء لتضحياتهم صحيح أنه خسرنا شخص بس كله هذا يعني فدى الوطن وفدى سوريا وأنا بفتخر فيه الله هذا شرف لنا شرف عظيم أنه نحن لحنا بولادنا كرمال الوطن كرمال هالوطن كرمال يحمينا كرمال يحمي هالشعب والحمد لله نال الشهادة دماء الشهداء الزكية التي روت تراب الوطن رزمت ملامح النصر أسطرت الملامح في مواجهة الإرهاب وداعمية